ونرحب ضيفنا ينضم إلينا من بيروت الكتب والبحث السياسي دكتور محسن محمد صالح صباح الخير دكتور وأهلا بك يعني وسط كل هذه التطورات والتصعيد الحاصل هناك حراك ولو خجول دبلوماسيا هل ظروف دبلوماسية متاحة الآن أم الكلمة فقط للميدان؟ يعني نرجو أن تتاح الأمور لأن تؤدي إلى الانسحاب إسرائيلي ووقف العدوان على لبنان لكن عمليا وواقعيا وموضوعيا يبدو أن الطرف الإسرائيلي قرر الاستمرار في العدوان والكابنت الإسرائيلي فقط منذ أيام أقر موضوع إمكانية الدخول والاجتياح البري لمناطق في جنوب لبنان وبالتالي هو في إطار التصعيد بمعنى أنه يريد أن يستغل الحالة التي وجد حزب الله فيها نفسه بعد أن تعرض لعدد من الضربات القاسية نتيجة اختيال العديد من قياداته العليا وعلى رأسها السيد حسن نصر الله وكذلك مئات الكوادر من أبنائه هذه الحالة أراد أن يستغلها العدو الإسرائيلي في أن يفرض شروطه على حزب الله أو على الساحة اللبنانية ولذلك هو يريد أن يستخدم هذه المزيئة الآن في تسريع وطيرة المعارك والحرب حتى يفرض معادلاته سواء كان ذلك في أن يحيد حزب الله عن مشاركته في الدفاع عن غزة ومعركة طفان لغصة صموده ودعمه العسكري لقطاع غزة أو أن يوجد معادلة جديدة متعلقة بموضوع مهجرين مقابل مهجرين وعودة مقابل عودة بمعنى أنه تسبب تهجير مئات الألاف من اللبنانيين ويريد أن يفرض معادلة جديدة أنه لا عودة لمهجريكم إلا إذا عاد المهجرون المستوطنيون الصهايين الموجودون في شمال فلسطين نتيجة ضربات حزب الله وكذلك هو الآن يريد أن يحقق أهداف أخرى بعد أن حقق النتائج التي رأى أنها مميزة وكبيرة على الساحة اللبنانية إضافة إلى ما يعرف بقرار 1701 الذي اتخذ سنة 2006 كمحاولة الضغط باتجاه سحب حزب الله إلى شمال نهر الأول أو نزع أسلحة حزب الله أو إلى إضعاف قوة حزب الله شعبيا وميدانيا وعسكريا بحيث يفرض معادلة جديدة حتى في داخل البيئة اللبنانية تظهر قوة أخرى منافسة إلى آخره وتظهر تركيبة بالنسبة له تكون أكثر راحة أو يستطيع أن يتعامل معها وفق شروطه إذن الآن الجانب الإسرائيلي في فترة يعني ما يسمى فترة انقضاض أو فترة هجوم هذا تم تعطيله أو تعويقه في اليومين أو ثلاثة أيام الماضية عندما جرب الدخول البري ووجد أن الأمر في غاية الصعوبة وأنه تلقى دربات قاسية ميدانيا وبالتالي الآن أيضا يعيد حساباته لكنه حتى هذه اللحظة ليس في وارد القبول بالمبادرات الدبلوماسية التي نسمع عنها هنا وهناك وهي للأسف مبادرات خجولة وغير جادة نعم طيب دكتور يعني حتى الآن من وطيرة هذا التصعيد وما تتمكن إسرائيل من تحقيقه في الجنوب تواجه صعوبة بالغة في التقدم برا تنتقم ربما بالغرات التي تشنها في الضحية وفي مناطق أخرى من لبنان ما مدى حيوية ما ستحقيقه في لبنان في إطار استراتيجيتها الجديدة المتعلقة بالمنطقة يعني نيتنياهو يتطلع إلى إعادة ترتيب المنطقة بالشكل العام لكن هذا طموح كبير وغير واقعي بمعنى أن هناك أكثر من سيناريو عندما نأتي فنتحدث عن ما يمكن أن يحدث ضمن مسارات الأحداث ضمن الصراع وضمن الهجوم الذي يحدث على لبنان هو الحالة الرغائبية لدى الجانب الإسرائيلي لا تتعلق فقط بتحييد حزب الله عن مشاركته مع قطاع غزة أو بفرض شروط جديدة على حزب الله في الساحة اللبنانية وإنما أيضا بما يسميه شرق أوسط جديد يعني بيئة مطبعة بالذات في البيئة الاستراتيجية المحيطة بفلسطين المحتلة وهذه البيئة تكون مساندة للكيان الإسرائيلي في منع أي حركات أو بيئات مقاومة للعدو الصهيوني وأيضا في إيجاد بيئة آمنة ومستقرة للكيان الإسرائيلي يعني بيئة تطبيعية كاملة هذا ما يسعى إليه كخريطة أو كخطة لكن القراءة الواقعية الميدانية الموضوعية فقط من وجهة نظر علمية تقول أن الموضوع عمليا بعيد المنال بالنسبة لنتنياهو أولا لأنه حتى هذه اللحظة غارق في أوحاله ومستنقع غزة وكل أهدافه التي أعلن عنها بعد سنة كاملة من الحرب لم يحقق واحدا منها لا سحق حماس ولا احتل قطاع غزة كاملا ولا حرر أسراه ولا فرض شكل اليوم التالي على قطاع غزة الآن عندما أراد أن يدخل في الجد في موضوع جنوب لبنان وجد أنه أمام مقاومة قوية وقادرة على أن تهزيمه ميدانيا على أقل في الإطار البري في جنوب لبنان ووجد أن الموضوع دونه صعوبات كبيرة وجد أيضا أن هناك بيئات شعبية وبيئات عربية وبيئات دولية أيضا ترفض أن يعيد تخطيط العالم على مزاجه إذن دعينا نفرق بين الحالة الرهائبية لدى نيتنياهو وحكومته وبين الحالة الواقعية الموجودة على الأرض التي ينزف فيها الجيش الإسرائيلي ميدانيا في قطاع غزة وفي الأماكن المختلفة والتي ينهك فيها الاقتصاد الإسرائيلي والتي يعاني فيها أيضا من نخص في الموارد البشرية ومن نخص في المعدات مع عزلة دولية كبيرة وكاملة مع تحول الكيان الإسرائيلي إلى حالة منبوذة في البيئة العالمية هذا لا يمكن من أن يشكل خريطة في المنطقة ويجعل الأمر دونه صعوبات كبيرة وأنا أريد أن أقول أن حالة النشوة التي وجد نفسه بها الآن عندما جاء إلى الأرض على الواقع بعد أن تقريبا انتهى معظم بنك أهدافه في لبنان عندما أراد أن ينزل على الأرض ويدخل في الإطار الميداني بريا وجد نفسه أمام إشكالات كبيرة وأيضا وجد أنه على الإطار الواقعي وعلى الميدان خسائره أكبر بكثير مما توقع وبالتالي أنا أظن أنه سيضطر للنزول عن السلم وأن ينزل كثيرا عما كان يتطلع عليه طيب دكتور أين حسابات المنطقة من كل ما تخطط له إسرائيل يعني هل الصمت الإقليمي هو بمثابة ضوء أخضر؟ للأسف البيئة الإقليمية خصوصا بيئتنا العربية بيئة من الناحية الرسمية لا تتفاعل بالشكل الكافي وضمن المسؤوليات التي يجب أن تقوم بها الأنظمة العربية لا تجاه قضية فلسطين وقطاع غزة والضفة العربية وما يحدث داخلها ولا حتى تجاه لبنان وهي دولة عربية مستقلة وشقيقة وعضو في الجامعة العربية ولديهم عليهم التزامات تجاهها كل هذا وكأنهم غائبون وكأنهم ينتظرون بذات بعض الأنظمة الرسمية المطبعة ينتظرون أن ينتهي الإسرائيلي من مهمته لذلك نحن أمام بيئة عاجزة ضعيفة مفككة بيئة كأنها منهزمة في داخلها وتريد فقط أن تطبع مع الإسرائيلي بعد انتهاء الأمر هذا جزء وهناك جزء آخر لا يريد أن يدخل في صدام أو مواجهة سواء مع الجانب الإسرائيلي أم مع الجانب الأمريكي المهيمن في المنطقة والذي يعطي كل الدعم للجانب الإسرائيلي لذلك للأسف حالة العجز العربي تلقي بضلالها بشكل أو بآخر على بيئات المقاومة ضد المشروع الصهيوني هل هو عاجز دكتور هل هو عاجز أم غياب إرادة يعني أتحدث عن الأنظمة يعني إذا مضى نتنياهو بهذا المشروع بمشروعه شرق أوسط جديد وكأنه يفرد فيه القوة الوحيدة له والباقي تغيب منهم أوراق القوة هل هذا في مصلحة هذه الأنظمة يعني أين الحسابات هنا كيف يتم حسابها أنا أظن الجوهر المشكلة ليس فقط في العجز هو في العجز في غياب الرؤية وفي غياب الإرادة كما تفضلتي وفي غياب برامج العمل والتصورات التي يمكن أن تنزل على الأرض في نوع من التضامن العربي الذي يمكن أن يوقف المشروع الصهيوني على حدوده وأن يسهم في فرض انزحاب إسرائيلي من أراضينا المحتلة وإنهاء هذه الحالة الشاذة في بيئتنا وفي منطقتنا أنا أظن أنه هي حالة متكاملة من أشكال العجز سواء كان في الرؤية أم في الإرادة أم في صناعة القرار أم في مشاريع التي يمكن أن تنفذ على الأرض كلها للأسف حالة متراكمة من أكثر من خمسين أو ستين سنة من حالات العجز التي جعلت كل بلد عربي يتصرف لوحده والتي غيبت التضامن في البيئة العربية والتي جعلت مسار التسوية أو التطبيع مع العدو مع القبول بالهيمنة الغربية وحتى الإسرائيلية في المنطقة أساس الآن عندما جاء نموذج طوفان الأقصى قال لهم الأمر معكوس يمكن هزيمة المشروع الصهيوني يمكن هزيمة الكيان الإسرائيلي يمكن أن نعيش من دون تطبيع يمكن أن تحرر أراضي فلسطين أو على قل في المرحلة الحالية أجزاء كبيرة منها يمكن أن تسقط النظرية الإسرائيلية يمكن أن ننهي دور الكيان الإسرائيلي كشرطي في المنطقة وضع إمكانات جديدة بين يدي صانع القرار العربي الذي حتى هذه اللحظة ما زال عاجزا لكن الذي التقط هذا هو الشعوب بشكل عام ولذلك الآن عندنا هذه الحالة من التناقض حالات شعبية واسعة جدا مقتنعة بالتغيير وتدعم التغيير وكل استطلاعات الرأي تدعمها وتقول أن أكثر من 90% 95% من بيئتنا العربية مع هذا التوجه وهذا التغيير ودعم البيئة المقاومة بينما بيئتنا الرسمية حتى الآن ما تزال مفككة ومترددة في التواجهاتها وصناعة قرارها أنا أظن أنه يفترض أن تحدث هناك مراجعات حقيقية لأنه ثبت عمليا أن الكيان الإسرائيلي لا يستطيع أن يستمر لا كشرطي منطقة ولا كقلعة متقدمة للمصالح الغربية في المنطقة ولا يستطيع حتى أن يفرض مشروع التطبيع على بيئتنا العربية والإسلامية في هذه الأوقات خصوصا مع حالة التوحش والإجرام والصورة البشعة التي ظهر عليها لم يعد يقبل ككيان طبيعي يمكن أن يعيش في وسط عربي وإسلامي بيننا طيب ما الذي تحتاج هذا الحراك الشعبي دكتور يعني لماذا ما زال قاصر عن الضغط بشكل فعلي على أنظمة الحكومات إذا أردنا أن نتكلم بصراحة كما تتذكرين قبل حوالي 13 عاما كان هناك ما يعرف بالربيع العربي وكان هناك حراك شعبي هائل حتى شهد تغيير في خمس أنظمة عربية والبيئات الشعبية كانت جدا متفاعلة مع قضية فلسطين واعتبرت قضية القدس وفلسطين قضية أساسية وأولى في بيئتنا العربية لدى الأنظمة التي حدث فيها تغيير إلى آخره وحدثت آمال لكن للأسف حدثت انتكاسة كبيرة بعد ذلك بسنتين وصارت ما يعرف بالرد على ما يعرف بالربيع العربي إلى آخره وعشنا في مآسي كثيرة نتيجة تدخلات أجنبية نتيجة ما يعرف بالدولة العميقة أسباب لا أريد أن أخوض فيها لكن على الأقل الآن قمعت إرادة الشعوب بشكل عام وضغط عليها وزادت هذه الأنظمة من أساريبها الدكتاتورية في التعامل مع الحالات الشعبية حتى في التعبير عن حبها لفلسطين أو جمع التبرعات الآن عدد من الأنظمة لا تسمح حتى بمقاطعة البضاعة الإسرائيلية عدد من الأنظمة لا تسمح بذلك ولا بجمع التبرعات ولا بعمل المظاهرات ولا التحشدات التي تحدث حتى في بيئتنا الغربية لذلك نحن للأسف في بيئة منغلقة على قدرة التعبير لدى الشعوب العربية عن إرادتها بشكل أو بآخر إلا في مناطق محدودة تعبر بشكل للأسف لا يتناسب مع إمكانات وقدرات شعوبنا في دعم قضية فلسطين أو حتى في التغيير الحضاري في بيئاتهم العربية وفي داخل دولهم أشكرك جزيلا من بيروت الكاتب والباحث السياسي محمد محسن محمد صالح